مرحبا بكم على قناتنا الأخبارية قناة الحياة لا فيك كيف ما تعودوا في كل يوم عن أخبار وأحداث جديدة أو متنوعة اليوم بش نحكيه على النائب العيش الزمال اللي دعا نواب اللي موجودين في البرلمان إلى الكف عن تهجم عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وتهديده بالملف الصحي اللي تعودوا عليها كل رئيس ما يعجبهمش يعملون لهم ملف صحي بش يعزلوه دعا النائب عن كتلة الوطنية في البرلمان العيش الزمال نواب في المجلس النواب إلى الكف عن التهجم عن رئيس الجمهورية والكف عن التهديدات الزائفة بملفه الصحي والحديث عن سحب الثقة منه كما طالب زملائه النواب إلى الدعوة للحوار بين قيس سعيد والبرلمان على اعتبار دقة المرحلة التي تمر بها تونس في المقابل أكد أن قراءة قيس سعيد رئيس الجمهورية الأخيرة حول قيادته لجميع القوات الحاملة للسلاح ستؤدي إلى مزيد تعمق الأزمة السياسية مشددا إلى أن الدستور يقرر اقتصاص رئيس الحكومة بالقوات الأمنية وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أعتبر خلال خطاب القاهو ليلة أمس بمناسبة ذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي أن الدستور التونسي ينص على أن رئيس الجمهورية هو الذي يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة دون تفريق أي العسكرية والمدنية وكل الأسلاك التي وردت في القانون المتعلقة بالقوات المسلحة المدنية الصادرة سنة 1982 لا تنسوا لايك واشتراك وتفعيل على الجرس وعلى قليلة ونقولوا أنه لقنا في البرلمين راجل ينجم يصرح ويقول كلمة حق باي باي